في السن للسهم في ثلاثة أشهر وأرباح مليارية في تسع أشهر وزير خارجية كوبا تويتر يحرض على زعزعة الاستغرار سيف الإسلام الغذافي يقدم أوراق ترشح لرئاسة ليبيا رسميا الهاتف النغال وراء الحوادث المأساوية يتسبب بإثارة الفوضى في الشوارع والمرور لم تطبق الغانون وزير الخارجية السعودي المباحثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا مظاهرات في تونس رفضا للتدابير الاستثنائية التي غرها الرئيس التضخم السنوي في الكويت ارتفع ثلاثة فاصلة ستة وثلاثين بالمئة روسيا لبريطانيا احتلال عراق وتدمير سبب أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس مشاهدين هذا ما جاء في جريدة الشاهد وننتقل معكم إلى جريدة الأنباء المنشيط الرئيسي لجريدة الأنباء الحكومة الرابعة خلال ثلاثة سابع صاحب السمو يبدأ المشاورات التغليدية لاختيار رئيس الوزراء بعد إصدار سموه مرسوما أميريا بقبول استغالة الحكومة في اليوم السابع من تقديمها وتكليفها بتصريف العاجل صرف الرواتب في مواعيدها وتوفيظ الوكلاء وتنفيذ الترغيات من الغرارات العاجلة مهندس سالم لدينا ثمانمائة ألف مستخدم لفايف جي بالكويت ونهدف للوصول إلى واحد فاصل اثنين مليون مشترك بنهاية عشرين وواحد وعشرين الكويت ترسي أكبر مشروع لتطوير الغاز بثمانمائة واربع وعشرين فاصل واحد مليون دولار مشاهدين هذا ما جاء في جريدة الأنبان انتقل معكم إلى جريدة النهار المنشيط الرئيسي لجريدة النهار قبول استغالة الحكومة والإفراج عن عشرين متمن في قضية العبدلي شملتهم المكرمة الأميرية قروب الفنطاس والمغردون قيد العفو شراء الغروض الاستهلاكية وزيادة الرواتب ضمن أولويات اللجنة المالية البرلمانية سبع بنود رئيسية بالميزانية في مرمى الترشيد خمسمائة مليون وفرا في المنح والإعانات رايح وزارتك هويتك وليسنك وشهادة ميلادك بتليفونك السكنية أفرجت أن مخطط توزيع جنوب سعد العبد الله البورصة تنزف خسائر ثلاثمية وخمسة وثلاثين مليون دينار مشاهدين الكرام هذا ما جاء في جريدة النهار وننتقل معكم إلى جريدة الجريدة الأمير يقبل استغالة الحكومة ويكلفها تصريف العاجل لجنة ضوابط العفو تأقد اجتماعا جديدا تمهيدا لرفع تقريرها الثاني الإفراج أن عشرين محكوما من خلية الأبدلي والدفع الأولى من تركيا تصل اليوم نواب لن نتعاون مع الخالد إذا عاد والمرحلة الجديدة تستلزم وزراء متخصصين وقف تحويل الأموال الخيرية إلى لبنان لعدم استغراره على الصيدين السياسي والمالي بحث تأجيل انتخابات التشريعية اللبنانية إلى ما بعد الرئاسية أولويات شعبية للمالية البللمانية وسقاط الوروض وزيادة الرواتب وتعويض المتضررين الحمد المنطقة الشمالية والخطة الإنمائية ضمن أجندتنا الغذافي الأبن يترشح للرئاسة إيران تزعم اختراق أنذمة نووية إسرائيلية العراق يتخوف من أسبوع انقلابي التحقيق باغتيال كاظم يتحول إلى تهديد وجودي لبعض الفصائل مشاهدينا هذا ما جاء في جريدة الجريدة وننتقل معكم إلى جريدة الراي جريدة الراي المنشيط الرئيسي لجريدة الراي الأزمة مستمرة وباب تجديد أذونات الأمل للوافدين ما زال مقلقا إلغاء الستين حبر الأوراق مصدر حكومي إبرام العقود مع أملاك الدولة المزارع السياسية الكلمة للفتوى زيادة الرواتب وشراء الغروض أولوية المالية البرلمانية مشاهدينا هذا ما جاء في جريدة الراي ننتقل معكم إلى جريدة القبس وهي الجريدة الأخيرة معانا اليوم المنشيط الرئيسي المعدلات ارتفعت بنسبة 25% خلال 20-21 12 منتحرا في الكويت شهريا الأمير يقبل استغالة حكومة الخالدة الثالثة 20 مواطنا أفرج عنهم تنفيذا للعفو مشاهدين الكرام هذا أبرز ما جاء في صحفنا لهذا اليوم والآن ننتقل معكم إلى التفاصيل وأبرز ما جاء في الصحف ونبدأ في جريدة الشاهد بطبيعة الحال منشيط جريدة مشاهدين الكرام كان عن موضوع العفو والأمر الأميري أو الأمر الأميري بقبول استغالة الرئيس الوزراء والوزراء واجتماع كذلك مهم لرؤساء السلطات الثلاث عقد اجتماع في قصر بيان يعني استكمالا لمتابعة التغارير الأخرى بعد صدور التغرير الأول للحوار الوطني ونتيجة التغرير الأول معروفة مشاهدين لديكم اللي هو العفو الآن هناك اجتماع لرؤساء السلطات في قصر بيان وإن شاء الله يتكلل بأمور مفرحة للجميع كذلك في جريدة طبعا الشاهد إحصائية أن الهاتف النقال وراء الحوادث المأساوية يتسبب إثارة الفوضى في الشوارع والمرور لم تطبق الغانو الحقيقة كارثة كبرى مشاهدين الكرام فعلا الهاتف النقال مشكلة كبيرة وخاصة عند استخدامه أثناء القيادة الحقيقة نحن نوه خاصة للمشاع أو الأصحاب اللي يمارسون الرياضة أنه لا يمشي على الحار اليمين ويكون نفس الشارع لنا يعني خلي توقع أن هذا الشخص أنه ممكن يكون يعني يطالع تلفونه وغد يفقد السيطرة على السيارة وبالتالي هناك يعني حالات دهس كثيرة على هذا الأساس وبالتالي لا تترك سيارة وراك على أساس أنك أنت تقول أن هذا الشخص عاقل وممكن أنه يعني ما يجي صوبي لا أتوقع أنه غير المتوقع فبالتالي فعلا موضوع الهاتف النقال مشاهدين الحقيقة تسبب في كوارث الحقيقة تذكرون قبل فترة كان البقيات في البر وحوادث البقيات الحين طبعا اتجهوا هؤلاء بعضهم إلى الهاتف النقال والإدمان على بطريقة حتى لو كان يقود السيارة وللأسف نحن مات مرسية من خب سيارات يمكن سيارتين أو ثلاث سيارات يستهدم يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة وبالتالي نحن نتمنى من الإدارة الآن المرور تجديد على هؤلاء لأنه فعلا يعني يؤدون إلى تعرض رائحات الآخرين للخطر طبعا هنا الشاهد كذلك يالت أن التضخم السنوي في الكويت ارتفع ثلاثة فانصة ستة وثلاثين وخبر بالشاهد دولي اللي هو روسيا لبريطانيا احتلال عراق والتدمير سبب أزمة المهاجرين على حدود بيلاروس هذا مشاهدين برزمة يعني اخبار الشاهد بالأنباء طبعا نتكلمون عن الحكومة الرابعة لطبعا الأسبوع الخالد خلال ثلاثة سابيع ومشاهدين بالنسبة المدة الثلاثة سابيع مو شرط يعني وقد يكون أكثر أقل لأن الدستور أو ما حدد المدة القانونية أن المهلة اللي بعد استغالت الحكومة أنها متى تقدم التشكيل الجيد أو متى تشكل الحكومة بالتالي غير معروف يعني هذا تكهون أو خبر لدى الأنباء ممكن تتوقع أنه بعد ثلاث سابيع وهذا كل طبعا صحفي أو جريدة تدلو بدلها وتتوقع كذلك في خبر بالأنباء اللي هو مهندس سالم الذين 800 ألف مستخدم للفايف جي بالكويت ونهدف الوصول إلى 1.2 مليون مشترك بنهاية 2020 هذه بالنسبة لها تلاتصالات هنا نشوف نحن بالنهار قروب الفنطاس والمغردون غيد الأفو طبعا كل هذه مشاهدين الكرام طالما أن هناك لا يوجد شيء رسمي هذه أخبار ولكن فعلا أكثر من شخص مسؤول ذكر أنه العفو أو الحوار الوطني لا يسميل فقط التقرير الأول هناك غرارات ستصدر عن الحوار الوطني وبعد اجتماع رئيساء السلطات الثلاثة والكل يتمنى الحقيقة انفراجه إن شاء الله تعالى بعدين هناك خبر شراء الغروض الاستهلاكية وزيادة الرواتب ضمن أولويات المالية طبعا هذا مشابه الخبر أو نفس الخبر تقريبا اللي هو مع جريدة الجريدة النهار تقريبا فردت فيه مع جريدة الجريدة اللي هو أولويات شعبية للمالية البرلمانية إذكرت أن المالية النهار ولكن الجريدة إذكرت أن المالية البرلمانية حددت في حوال خبر داخلي إن ذاكرة اللجنة المالية البرلمانية متكلمين على إصاطة الغروض لزيادة رواتب وتعويض المتضررين أولويات طبعاً كلام يعني نحن لا نأخذ نقطة مهمة دائماً نكررها مشانية للكرام أنه هنا تحدد أولوياتها اللجنة المالية ولكن حتى لو أنه وافقت على مقترح إصاطة الغروض أو أي مقترح لا يعني ذلك لو شفتوا بالأخبار وقرأنا عليكم في الصحف لا يعني ذلك أنه تم خلاص الموافقة عليها يعني فيه هناك دورة مستندية طويلة اللجنة المالية تغر المقترح أو توافق على المقترح ترفع إلى مجلس الأمة ومجلس الأمة يصوت عليه وإذا وافق عليه المجلس بأغلبية يروح للحكومة والحكومة يعني يكون تصديق وينزل في الجريدة الرسمية والكل يعلم أنه إذا لم توافق الحكومة على أي مقترح وبالتالي لن يرى النور وهذه مجرد أنه يتكلم على أولويات وليس يعني مقترح تم الموافق عليه يعني هذا للتوضيح طبعا من ضمن الأساط الوروضي ذات الرواتب وتعويض المتضررين وتكلم رئيس اللجنة اللي هو رئيس اللجنة المالية اللي هو أحمد الحمد المنطقة الشمالية والخطة الإنمائية ضمن أجندتنا طبعا هذا كلام دائم يعني يتكرر ولكن لا يعني لا نرى على أرض الواقع شيء وإن شاء الله تعالى إنه هو مثل ما تكلمنا إحنا في برنامج دوانية إن المرحلة المقبلة وبعد هذا الحقيقة الأفو الكريم ومثل ما أنتم عارفين مشاهدينا فعلا يعني اليوم يعني نشوف أرياحية في الشارع حدوء في الشارع ما عدا الأصوات النشاز هذه اللي تصدر في وسائل التواصل الاجتماعي هذه لا يأخذ فيها إحنا نتمنى من يعني من يعني هم الأمر بالنسبة يعني السلطة الرابعة أو الصحافة الغنوات الإعلام إنه هو يعني الجهات المسؤولة أو أي جهة ترغب توصيل مثلا معلومات أو خبر أو تصريح لمسؤول لا بد أن مشاركة هذه الجهات اللي هي السلطة الرابعة بحيث أن تصل المعلومة للغارئ أو المشاهد معلومة مثل ما يعني على حقيقتها وليس تأويل أن تترك التأويل إلى وسائل التواصل لخدمات غير معروفة أصلا وممكن تصدر تكلم يعني تصدر مثلا معلومة أو تصدر خبر غير صحيح وبالتالي هناك يحدث بلبلة وهنا تحدث المشاكل ويعني الشد والجذب وإلى آخرين هنا للأسف الشديد مثل ما أنتم عارفين مشاهدين ومتابعيننا ديوان الصحافة طالما تكلمنا يمكن صارنا أسبوعين على موضوع اللي هو الستين اللي تجاوز ستين من الوافدين والشد والجذب والغرار ألقينا وصدقنا وحطينا وشنا مكانك راوح للأسف الشديد هنا يقول الخبر الغاء الستين حبر على أوراق إلغاء إنه هو إقامة الستين إنه تم الإلغاء حبر على أوراق بعدين يعني أنا حسب ما نعرف وقرأنا عليكم خلال الأخبار إنه تم الموافقة وحددوا الضمان الصحي وحددوا المبلغ وكل شيء والفتوى التشريع أصدرت قرارها وقالت هذا الأمر غير غانوني بالتالي هنا إلغاء الستين حبر على أوراق أمر غريب يعني هذا المشيط الرأي العزمة مستمرة وباب تجديد وذنات الأمل الوافدين ما زالها مقلقا أمر غريب جدا الخبر يعني للأسف الشديد يعني مثل ما إحنا قاعدين نشوف هذا يدل على الدور المستندية يدل على إن كل وزارة تعمل ليس في التناسق أو تعاون مع الوزارة الأخرى المعنية في هذا الصدد وبالتالي هذا ما يحدث إنه وزارة توقف القرار ووزارة تصدر قرار وبالتالي لا يوجد تعاون بين بعض الوزارات وهذه هي الطامة الكبرى هذا اللي احنا تكلم عنه الزملة تكلموا عنه يعني هذه مشكلة كبيرة الحقيقة لا بد أننا يعني لحلها وأنا أعتقد بالنهاية أنا أكد لكم أن بالنهاية مشاكل الكرام أنه موضوع الغامة اللي يعني أمره الستين وصل من الوافدين هذا أعتقد أنه بالنهاية أنه راح يتم تسير الحال وتجل ولكن مسألة وقت يعني لأنه هو تحدد وحتى يعني قرار من وزير التجارة واجتماع مع القوى العاملة ويعني أكثر من جهة أصدرت القرار وبالغاء موضوع أنه ما يتجدد له فهذه مشكلة كبيرة ولا والمشكلة الأكبر أنه حسب ما نغلي الحقيقة أحد أصحاب الأعمال أنه عمالتها المدربة اللي تجاوزت ستين خارج البلاد ولديهم خبرة وهو يعمل يعني على الله وعليها الأمالة هذه يعني أنه هما يعني ساندين العمل أو هما اللي لهم أدرة أو دراية في العمل بالتالي هو متوهقة الحين مو أعرف شي سوي عليه إجارات وعليه التزامات ولا قادر أنه مثل أبا أدل للدورة المستندية واللي كتابنا وكتابكم مو قادر أنه يعمل وهذه هذه مشكلة كبيرة لا بد أنه يعيها المسؤول المختص أو المسؤول المعني في هذا الأمر لا بد أنه يعي أنه هناك أصحاب أعمال تضرروا تضرر كبير ولا بد أن الغرار يكون يصدر بأخصاص سرعة طالما أنه عدم ممانعة الكل يرغب في أنه يعني يكون تجدد للغام وبالتالي لما نشوف الخبر هذا الحقيقة ونقرأه على ما نعطيكم طاقة تشاؤمية لما نقرأ الخبر عليكم يعني يكون الخبر بطريقة هذه للأسف شديدا الغبس تقول أن المعدلات ارتفعت بنسبة 55% خلال 2021 12 منتحر في الكويت الحقيقة ثلاث منتحرين في يوم واحد رفعوا العدد إلى 120 في عشر أشهر 90 مواطنين مقيمة انتحروا في 2020 والأسيويين والأسيويون في الصدارة أعتقد أنه يعني الانتحار هذا أول شيء الوازع الديني مفعود أكيد هذا بالمقام الأول واثنائش يعني منتحر في شهري أعتقد يمكن عشرة تقريبا إذا ثمانية إلى عشرة منهم مسلمين وبالتالي المسلم لا يمكن أن يكون يعني يؤدي إلى يعني يرتكب هذا الأمر أول شيء الوازع الديني ثاني شيء الحقيقة المخدرات ثالث شيء يعني العنف الأسري المشاكل المادية خاصة بالنسبة للأسيويين العمالة مساكين يعني يعمل وبالتالي في بعضهم بعض الحالات طبعا نتكلم أنه مثلا على سبيل المثال ما يغبض راتبة وهنا ينصدم بالواقع أنه يأتي من هناك يتأمل أنه يكون يحسن وضع المادي وحينما لا يجد راتب شهرين ثلاثة شهر طبعا من أصحاب العمل فئة قليلة بعض الحالات حصلت أقول لكم أما الحقيقة في المجمل أنه هو الوازع الديني والمخدرات التي انتشرت انتشار رهيم وشان الكرام الحقيقة للأسف الشديد وصار سعرها دينار دينارين لمتناول اليد أي شخص ممكن هذا ولا أنها مخشوشة أصلا وحسب طبعا هذا الكلام يقول لك والله أنت من وين يبتلك الكلام طبعا إحنا استضفنا في دورات الماضية متخصصين في موضوع المخدرات وكان هناك برنامج حتى شفنا أنواع هذه المخدرات وكيفية صناعتها حتى من الليتات اللي هو القزاز اللي هو الخفيف هذا يطحنونه مع شغلات ثانية ويتحنونها ويحطون مادة مخدرة بسيطة ويخلطونها مع هذه وبالتالي مجرد يتناولها الشخص يتسمم وطبعا تخيلوا يعني زجاج داخل المعدة تقطع مدته وينتهي إلى هذا ويرتكب هذا الشخص سواء هو الارتكب جرم مع نفسه أو مجتمعه وكذلك الشخص اللي بايا هذا طبعا اللي قاعد يحصل نتيجة الاثنائش منتحر شهري هذا شيء أول مرة يحصل في الكويت وحتى الخبر يعني مشاهدينا شكله بالمنشيط الحقيقي ما نتحدث يعني ما نتكلم على كل صحيفة لها حريتها في أنها تضع المنشيط اللي يتبه لكن احنا نتمنى أن خبر بهذا الطريق وينحط منشيط مشكلة كبيرة الحقيقة رح يؤدي إلى ردود أفعال قد يكون رادع يكون ممكن يعني صاحب اللي يحط الخبر ممكن يفكر أنه رادع لأشخاص آخرين أنه يعني يرتكبون هذا الجرم ولكن من مقابل الناس اللي أصلا أنه هو نفسي تتعبانه ويقول لك أنا حالي حالم خلاص يعني هذا اللي طبعا ميؤوس من حالته وأبد يعني واصل نفسيته صفر ويتناول والعاذ بالله هذه السموم بالتالي أكيد يعني رح يلجأ إلى هذا الأسلوب ويدي يعني جريمة بحق نفسه طبعا هنا في خبار جانبية مشاهدينا كل سياسة أنا بنعبتكم شوية يعني نوعا ما الكركم يقي من السرطان والشيخوخة الحقيقة وعيد أشياء بالطب البديل الحقيقة أنا أيد جدا أنه واحد يلجأ إلى الطب البديل وهني الخبر في جريدة الجريدة حاطينا أنه الكركم لا فوايد كثيرة يليت أن الواحد إذا يعني يلجأ يعني ممكن أن يقرأ ويتطلع من خلال اليوتيوب من خلال جوجل الحقيقة كلها فيما تناول يد وممكن يستفيد منه وطبعا كل شيء طبعا لا بد أن يأخذ عدوية لا بد أن يلجأ للطبيب أولا وبعدين استشارة الطبيب وإلى آخر هنا أمريكا تمنح جائزة دراسة الآم لباحثين كويتيين خبر إيجابي جدا وجميل صلطتها ضوء على وضع المرأة العربية وتحدياتها وطبعا هنا دكتورة حنين شفيق الغبرة هدف البحث توفير بيئة آمنة للطالبات والطلاب خالية من الأنصرية والتنمر شيء طيب الحقيقة بنات الكويت أنهم يعني يوصلون لهذه المرحلة وينالون الجوائز وليس بغريب عنهم مشاهدين الكرام إحنا الحقيقة وصلنا إلى الختام تقريبا غطينا معظم الأخبار الموجودة نتمنى أن نكون وصلنا طاقة تفاؤل إن شاء الله تفاؤلوا بالخير تجدوه بإذن الله تعالى رح نلتغي معكم بكرة بإذن الله وتكون أخبار جديدة وأخبار إن شاء الله تكون مميزة وأخبار فيها تفاؤل وفيها تمس شريحة كبيرة للأفضل والأحسن نتمنى لكم طيب الأغوات مشاهدين الكرام وتصبحونا على خير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر